يعد أمن مملكة البحرين خطا أحمر لا يمكن تجاوزه على الإطلاق وفي هذا الإطار تعمل وزارة الداخلية على تحقيق الأمن الشامل في كافة المجالات وهو ما يتجلى في الحضور الأمني اليقظ وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى تعمل وزارة الداخلية على تقديم خدمات أمنية متميزة تتوفر فيها معايير الكفاءة والدقة وسرعة الإنجاز وهو ما يتحقق في كثير من القطاعات والتي من بينها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وشؤون الجمارك بل هناك إجراءة مستمرة لتجويد الخدمات المقدمة يسرنا في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خدمة جميع الأفراد في مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين والزوار وذلك بإصدار جوازات للمواطنين وإصدار لقامات للمقيمين وإصدار تأشيرات الزيارة للزوار في أحد منافذ مملكة البحرين وذلك بعد التدقيق عليهم لتأكد من عدم تزوير وثيقة السفر أو انتحال شخصية لصاحب الجواز ويوجد تعاون أمني بصورة يومية مع جميع الجهات الأمنية في مملكة البحرين ومع الجهات القضائية لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منهم وذلك لحفظ الأمن والأمان في مملكة البحرين مع زيادة المركبات والمسافرين عبر جسر ميك فهد أصبح للجمارك دور مهم في حفظ الأمن والأمان فمهما تعدد التصاليب وطرق التهريب في محاولة خداع وتضليل رجال الجمارك فأن الضباط الجمارك عيون ساهرة تعمل باستمرار من أجل أمن المواطن مواكبة مع الرؤية الاقتصادية 2030 أطلقت شؤون الجمارك الاستراتيجية الجديدة للجمارك والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات من أجل رفع وكفاءة وسرعة حركة انتقال البضاع والمسافرين عبر جسر الملك فهد ومن الطبيعي أن يتم تقديم هذه الخدمات في إطار منظومة من الشراكة المجتمعية والتي صارت تشكل محورا جوهريا في الأداء الأمني بشقيه سواء العمل أشورطي الميداني أو من خلال الخدمات المقدمة ترتكز خدمات الأمنية التي يقدمها أو تقدمها مراقز الشرطة من أجل المحافظة على الأمن العام في مملكة البحرين حول ركزتين أساسيتين تتمثل أولا في الوقاية من الجريمة وتتمثل في نشر الدوريات الأمنية العسكرية وكذلك دوريات شرطة خدمة المجتمع والدوريات المدنية والراجلة من أجل المحافظة على الأمن العام والأداب العامة وكذلك يقوم فريق من أعضاء مراقز الشرطة بإعطاء المحاضرات التثقيفية والتوعوية إلى طلبة المدارس والجامعات عن كيفية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وطرق البقاية من الجريمة دور شرطة خدمة المجتمع من أهم الأدوار في المدارات الأمنية حيث نقوم بتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بينه وبين أفراد المجتمع طبعا من ضمن أدوارنا تأمين الحركة حق أبناءنا الطلبة بتوفير دوريات راجلة ودوريات متحركة على الشوارع العامة وحول المدارس يكون عندنا بلاغة تزعاج في الشوارع العامة وفي الأسواق وفي بعض البلاغات تكون قضايا اجتماعية التي تكون بين الجيران أو بين الأهل وعلى ضو ذلك فعلنا مكتب في مدارة الشرطة المحافظة الجنوبية طبعا هذه المكتب يحاول حل الغضايا الاجتماعية وبهذه الأدوار نحن نكون حلقة تواصل بين وزارة الداخلية وفراد المجتمع لتحقيق نعمة الأمن والأمان بين أفراد المجتمع وهكذا تثبت المتابعة الميدانية أن الفكر الشرطي والذي تعتمده شرطة البحرين يحرص على مواكبة المتغيرات والبناء على المتطلبات المجتمعية حيث أن توثيق العلاقة بين رجال الأمن والمجتمع أمر بالغ الأهمية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل ترجمة نانسي قنقر